أكد خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان أكد اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المسادمة 2030 جاء ذلك خلال ترأسي عبدالغفار الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية بمقر وزارة الصحة والسكان في مدينة العالمين الجديدة لاستعراض منهجية إعداد برنامج التنمية البشرية 2024-2027 وتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية للجهات المعنية وأكد عبدالغفار أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التنمية البشرية وبناء الإنسان مشيرا إلى العمل من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة في ركائز العمل خلال الفترة القادمة